دي بس الكلام شوية عن الكرة البرتغالية الحقيقة طبعاً يعني صفقة رونالدو كانت بوابة خير جداً على الدوري السعودي ويمكن يكون تواجد اسمه بحجم كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي كان سبب في تسهيل عملية التفاوض وجلب مزيد من النجوم كل الأسماء اللي جات دي حطت في اعتبارها أن سباقهم الدون قبل ما يفكروا هم يلعبوا في السعودي وبتهالي أنه لو ما كانش رونالدو موجود كتير من الأسماء دي كانت ممكن ما تفكرش أنها تروح السعودي لكن على كل أحوال مش بس رونالدو عشان ما نغتزلش البرتغال في كريستانو رونالدو لأنه رونالدو في النهاية يبقى صفحة مش هقوله وتقفلت لكن خلاص ما بقاش رونالدو اللي احنا عارفينه وأكيد في البرتغال هنا على أسماء تانية كتير زي برونو فرناندس زي جواو فليكس صفقة البرسة اللي الكتير بيعول عليه أو بيعتمد عليه أنه يملأ فراغ الأسطورة ليو ميسي هل ينجح جواو فليكس فيما لم ينجح فيه كتير من اللعيبة اللي راهنوا عليها زي أنسوفاتي مثلا زي أنتوان جريزمان في برشتونة أن هم يملوا فراغ زي عثمان ديمبلي يملوا فراغ ميسي ده اللي هتجاوب عليه النهاردة واحد من ضيوفنا واحد من النجوم الكرة البرتغالية مع المنتخب البرتغالي ومع سبورت انجليش بونا ومع دي بورتيفو لا كورانيا الأسباني هيكون ضيفنا النهاردة في السادسة بس قبل ما نشوف أو قبل ما نستقبله معنا في السادسة خلينا نشوف كده تجربة الأندية البرتغالية في عملية بيع وشراء اللعبين وحجم المكاسب اللي بتعود على الكرة البرتغالية والأندية البرتغالية من وراء صفقات الاحتراف نشوف الأرقام دي ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة موسيقى طيب بدء انزي بدء طبعا موعيد تصفيات مصر في مشوارها في كاس العالم ريحتنا بشكل كبير كنا دايما شايلين هم الموسم اللي جاي وكنا عارفين انه عندنا مباريات في تصفيات كاس العالم وعندنا مشوارنا في دوري او بطولة امم افريقيا وبالتالي كانت صعوبة شوية مع التزامات الاندية في البطولات الافريقية والبطولات المحلية كانت الاجندة صعب يبقى انه طبعا الموعيد اللي اعلن عنها الفيفا في تصفيات كاس العالم الى حد ما سهلت الامور لانه لما نشوف تعالوا نشوف كده مشوارنا فيه او جدول مباريات منتخب مصر في كاس العالم اخبارها ايه تعرف انه في عشرين اربعة وعشرين ما عندناش غير مبارتين وهيكونوا في نهاية الموسم فبالتالي هيخف اللوت بشكل كبير تعالوا نستعرض مع حضراتكم جدول منتخب مصر في مشواره اللي هيبدأ في شهر نوفمبر البداية هنا في القاهرة مصر هتواجه جيبوتي من تلتاشر لواحد وعشرين نوفمبر في القاهرة بعد كده يسافر منتخب مصر في نفس الاسبوع من تلتاشر لواحد وعشرين نوفمبر عشان يلعب مع سييرا ليون سييرا ليون وعلى فكرة واحد من المنتخبات طبعا فيه فوارئ كبير جدا بين منتخب مصر وبين المنتخبات اللي موجودة معها في المجموعة لكن ده ما يمنعش انه فيه منتخبات التوارد في السنوات الاخيرة مش هتكون يعني القصة محسومة من البداية لازم نعمل حسابنا انه هنواجه الى حد ما مقاومة بالذات في المطشاط اللي خارج الارض فبالتالي اول ست نقاط دول لو اخدهم منتخب مصر هيكونوا دفعة كبيرة جدا لمشوار المنافس الحقيقي في المجموعة دي مع منتخب مصر ممكن يكون منتخب وركينا فاسو اللي هيلعبوا منتخب مصر في شهر يونيو 24 وتحديدا من يوم 3 ليوم 11 يونيو في القاهرة يسافر بعدها منتخب مصر عشان يواجه منتخب غينيا بيساو غينيا بيساو غير غينيا اللي كانت موجودة معنا في بطولة أمم في تصفيات أمم أفريقيا نسافر منتخب مصر في نفس الاسبوع من 3 إلى 11 يونيو عشان يلعب مع غينيا بيساو خارج الديار مباراها تكون في غينيا والمطشين بتوع يونيو دول تحديدا هم المباراتين الوحيدتين اللي هيلعبوا منتخب مصر في مشواره لتصفيات كاس العالم في عام 2024 بقية المشوار كله هيكتمل في عشرين خمسة وعشرين إثيوبيا في مواجهة مصر خارج الديار في الفترة من 17 لخمسة وعشرين مارس عشرين خمسة وعشرين ثم يعود منتخب مصر مرة أخرى لمواجهة سيريليون في القاهرة من 17 لخمسة وعشرين مارس بعد كده مقلقاء مصر وإثيوبيا في القاهرة من 1 لتسعة سبتمبر عشرين خمسة وعشرين ثم بوركينا فاسو ومصر خارج الديار من 1 لتسعة سبتمبر والمباراة والجولة القبل الأخيرة هتكون في أكتوبر تحديدا من 6 ل 14 أكتوبر خمسة وعشرين بإذن الله نكون ضمننا التأهل جيبوتي مع مصر خارج الديار ويختم منتخب مصر هنا مشواره في التصفيات في نفس الإسبوع من 6 ل 14 أكتوبر آخر جولة في التصفيات تكون جولة احتفال إن شاء الله بتأهل منتخب مصر لكاس العالم عشرين ستة وعشرين أمريكا المكسيك كندا